الزوجة تركل خصيتي زوجها وكاميرا جوبرو تصور المشهد تعرضت ميشيل نوفكا للاعتقال يوم الخميس بعد أن أقامت برقي زوجها على خصيتيه بينما كان الأخير يودع ابنتهما في حضانتها لقد كان زوج مايكل نوفكا يعتدي كاميرا جوبرو التي سجلت الحادث كاملا ما زالت زوجان يعيشان مع بعضهم على رغم أنهما في خضم معاملات الطلاق في الساعة العاشرة من صباح ذلك اليوم سجلت زوج الدعوة لدى الشرطة بعد أن تسللت ميشيل من خلفه ووجهت له ركلة قوية جعلته يصرخ مستغيثا من الألم ويقول مايكل أنه ارتدى الكاميرا وشغلها لأن ميشيل سبق وانتدت عليه ولذلك قرر أن ينسق ذلك تم اعتقال ميشيل ووجهت لها تهمة العنف المنزلي وتمت تبرئتها لكن القاضي أجبرها على التعهد بعدم التواصل مع الزوج مجددا فما رأيكم يا سادة؟ اشتركوا في القناة